أهلا بحراتكم من جديد طبعاً مبارح الحادثة الأشهر والأهم واللي تناولها الإعلام العالمي بالكامل والسوشيال ميديا العالمية كلها وكل الجماهير المهتمة بكرة القدم واللي مهتمة باليورو تحديداً وهو إصابة إيركسن إصابة الخطيرة جداً والسقوط المفاجئ داخل أرضية الملعب وحاجة أو مشهد كان أكثر من صعب لكل المتابعين ولكل المهتمين بكرة القدم حتى كمان اللي مش مهتمين بكرة القدم كانوا بيتابعوا أول بأول حالة هذا اللاعب المميز بالمناسبة طبعاً كلنا عارفين إيركسن لعب توتنام السابق ولعب الإنتر الحالي وأحد اللاعبين اللي عندهم مهارات وقدرات مميزة ومختلفة جداً يعني العالم كله وقف على رجله كان الآن بشكل كبير على حالة اللاعب وكان موقف صعب لكن إيه الدروس المستفادة وده الأهم الدروس المستفادة وده الأهم بالنسبة لنا من ما حدث بالأمس وكيفية التعامل مع حالة إيركسن أول حاجة أول حاجة لازم تفكر فيها وأكيد هي لفتت انتباه كل الناس الثقافة والتعليم بان في إيه؟ بان في كيفية تعامل اللاعب كابتن فريق أو كابتن منتخب الدينمارك مع الحالة ياريت يا أبيبو تكبر لنا الصورة دي؟ أهو اللاعب سيمون كاير كابتن فريق الدينمارك وإزاي يتعامل مع الموقف وإزاي كان عنده ثبات انفعال لأن ممكن البعض في الحالات اللي زي دي يعني يجري على اللعب وخلاص وكله يبقى مقرب وكله يبقى حوالين اللاعب وما يعرفش حتى ياخد نفسه لو كان هو قادر ياخد نفسه في التوقيت ده لكن اللي أنقذ حياة إيركسون طبعا كلها حاجات قدرية وكل واحد ليه معاده ودي كلها حاجات يعني احنا عارفينها كل واحد ممكن يكون ده كان معاد إيركسون هو يموت فيه يعني لكن في نفس الوقت انت بتاخد بالأسباب وانت بتحاول تتعامل بكل ما قطيت من علم من علم لأن ده كان أمر مهم جدا فبالتالي لعبة الدنمرك عندهم ثقافة ودرجة عالية من التعليم ده نجحهم في الكيفية التعامل مع الحالة دي انت ده كدرس بالنسبة لنا كمصريين أو بالنسبة لنا كلعبة مثلا فيه لعبة صغيرة عندها طموحنية تبقى لعبة كرة وكلام ده لا انت مش بس انت تبقى عندك المهارات الخاصة بكرة القدم لا انت مطلوب منك مطلوب منك انك تكون متعلم بشكل جيد وانك تكون مصقف بشكل جيد لان التعليم والثقافة دول هيساعدوك الاول مثلا في تأحيق طموحك انك تحترف وتتقلق على غرار طبعا نجمنا المصري الكبير محمد صلاح وعلى غرار محمد النني واللعبين المصريين مميزين في ملاعب الأوروبية عندك مصطفى محمد وكوكا وناس كتير جدا لما حتكون متعلم ومصقف بدرجة كافية حتنجحك في الاحتراف طيب برضو درجة الثقافة والتعليم عند اللاعب سيمون كاير كابتن فريق دينمارك او كابتن منتخب دينمارك هي اللي ساعدت بشكل كبير جدا نشوف الرجل ده عمل ايه اول حاجة جري على اللاعب وعنده بعض المعلومات البدائية عن كيفية التعامل في الحالات دي قلبه على جنب قلب اللاعب ايريكسون على الجنب علشان ما يبلعش لسانه قدي رقم واحد رقم اثنين علشان لو فيه اي يعني سوائل او حاجة بتخرج من فمه فما تكتمش نفسه فبالتالي يقدر ان هو يتنفس ان كان قادر على التنفس وخلى اللاعبة بتاعت الدينمارك عملت سطارة ودي خصوصية ودي حاجة مهمة جدا سطارة حوالين اللاعب علشان الاطباء ينزلوا وتعاملوا معهم طب مين الاطباء اللي ينزلوا وتعاملوا اول حاجة طبعا الجهاز التبي بتاعها منتخب الدينمارك هل الجهاز التبي بتاع فنلندا منتخب فنلندا قالوا احنا ملناش دعوة لا دي حاجة انسانية جريوا على ارض الملعب وساعدوا الجهاز التبي وكان فيه كنسولته مشترك داخل ارضية الملعب غرفة عمليات داخل الارضية الملعب الانقاذ حياة بني ادم فبالتالي ده حاجة كانت منفتة جد طيب العلم ده او السطارة دي دي سطارة بتتعلق باحد او بعلم من اعلام منتخب فنلندا الجمهور حدفها بحس ان هم يغطوا المشهد وعشان اللي بيتابع من قرائب اللعب مثلا او الكلام من ده يعني ما يتأثرش بالشكل الكبير جدا فدي كلها دروس مستفادة لازم ان احنا نستفاد منها احنا على فكرة على فكرة والكلام ده مش بقوله خلاص احنا عندنا هنا الامكانيات الكبيرة او في مصر والدولة موفرة كل حاجة لكن لكن هل المتخصصين ده العلم او اهو علم في اللندا اهو في الوش لو حرارتكم شايفينه على الشمال اللي هو العلم اللي واخد الجانب على الشمال اللي فيه الازرق ده تمام فدي كانت حاجة مميزة جدا فاحنا هنا في مصر عندنا الامكانيات طبعا موجودة طبعا موجودة لكن هل كان هيتم او كنا هننجح في التعامل مع الازمة دي بنفس الشكل اللي احنا شفناه مش عارف مش عارف لكن في كل الاحوال في كل الاحوال احنا لازم نتعلم ولازم نستفاد ما نعديش الموقف حاجة اتفرجنا عليها وخلصت على كده لا احنا ندرسه كويس جدا عشان لقدر الله لقدر الله لو حصل في الملاعب المصرية اي حاجة من الامور دي نقدر نتعامل معها بالشكل الجيد فدي كلها دروس مستفادة مهمة جدا طيب نخرج المباراة كمان وده امر مهم قوي اتعامل ازاي مع الموضوع ما عادش اللقطة هي اللقطة لان هي صعبة جدا اللعب هو بيقع بصراحة حاجة صعبة جدا فنخرج لا ما عادش وزاد في اللقطة وده اللي حصل وده لا هو اكتفى بكده لغاية لما يتم من الاتمئنان على اللعب ما جابش الصورة خالص على اللعب كمان وهو واقع ما كانش فيه تطرق ان انت او فضول او اقتحامل الخصوصية الخاصة باللعب فاضعف مواقفه اضعف مواقفه فده برضو حنكة وزكاء كبير جدا من مخرج المباراة وبرضو احنا مهمة او ان احنا نتعلم من مثل هذه المواقف فلازم لازم احنا كمصريين وكل واحد في مجال تخصصه ان هو يستفاد ويشوف ويدرس ازاي تم التعامل من المنظومة كلها او من كل من هو مشارك في الحدث ده بخصوص انقاذ حياة بني ادم وهو ايريكسون طيب دي لقطات المنتخبين وهما راجعين الملعب بعد ايه بعد تقريبا اكتر من ساعة كلام كتير عن مباراة هتؤجل مش هتؤجل الجماهير استقابلت الفرقتين طبعا الفرقتين كانوا على عصابه كل فريق كان على عصابه لقات لما كله اطمن على ايريكسون وعرفوا ان هو على قيد الحياة فبالتالي الاتحاد الاوروبي قال لهم يا جماعة انتم خيار في ايديكم عايزين تلعبوا اوكي مش عايزين تلعبوا برحتكم وده دور مميز من الاتحاد الاوروبي البعض بينتقد لك المفوضة الاتحاد بنفسه هو اللي يلغي المباراة او يأجلها بمعنى اصح يعني لكن هو برضو يعني شارك الناس في رأيهم اللي هم طرفي المباراة فنلندا والدنمرك كل اللي اتنين وافقوا ان هم يلعبوا بعد ما خلاص تطمنوا بشكل تام على حالة اللاعد هنا بقى الثقافة والتحضر الناس كلها بتسقف كل سعيد ده منتخب فنلندا بيسقف المنتخب الدنمرك اللي مر بحالة نفسية صعبة جدا على مدار الدقائق دي كلها اللي عايب ببص هي نازلة وشاها مخطوف مخضوضين خايفين على زملهم بيحاولوا ياخدوا نفسهم بقى بعد موقف صعب ازاي ده فبالتالي دي كلها امور مهمة طيب عايزين نتطمن بشكل اكبر بقى على ايركسن دي النهاردة صورة ليه وهو من نافذة من نوافذ المستشفى اللي هو موجود فيها ويطلع للجمهور وللإعلام عشان يطمنهم على حالته والحمد لله حالته كانت كويسة جدا وده كان واضح جدا بالتالي انا عايز اقول له حراركم بيامة الاتحاد الدنمركي على تويتر اللي نشروه واللي قالوا فيه ان النهاردة الصبح اتكلمنا مع ايركسن وارسل تحياته لزميله حالته مستقرة بيطمنوا الناس ان حالته مستقرة لكنه حيفضل قاعد شوية في المستشفى عشان يعمل المزيد والمزيد من الفحوصات ده البيان قدام حضراتكم على الشاشة كمان قالوا ايه قالوا ان المنتخب الوطن والجهاز الفني يعني طلقوا المساعدة في حالة الازمات وسيظلون هناك بجوار بعضهم البعض بعد وقاعة الامس وكمان قالوا ان هم عايزين يشكروا الجميع على التحيات القلبية لأيركسن من المشجعين واللعابين والعائلات المالكة في انجلترا والدنمرك والجماعيات الدولية والاندية وما الى ذلك وكمان انهو بيانهم بان احنا بنشجع الجميع على ارسال تحياتهم الى الاتحاد الدنمركي لكرة القدم وبنشكرهم شكرا جزيلا وحنكون حرسين على تمريرها جميعا الى ايركسن وعائلته اي حد كتب اي حاجة لأيركسن هتتبعت له هو وعائلته ونسبت عائلته شفنا زوجته يعني كانت نازلة الملعب مبارح يعني مش عارفة ايه بيحصل لجزء وكانت حاجة صعبة جدا وبرضو ازاي قدر سيمون كاير كابتن منتخب الدنمرك يتعامل معها وانه هو يهديها ويهدي الموقف لكن في كل احوال دروس مستفادة بشكل كبير جدا من الموقف ده بالمناسبة بالمناسبة قبل مطلع الفاصل ايركسن هو تالت لاعب من اكاديمية ايكس هي صدفة بنسبة كبيرة هتكون صدفة يعني يحصل لي نفس الموقف ده ايه الحالات اللي حصلت قبل كده عبدالحق نوري اللاعب الشهير اللي طبعا كان يعني تعرض لحالة زي دي وللأسف مؤثر عليه لحد دلوقتي كان خارج اكاديمية ايكس دالي بليند طبعا نجم هولندا ولعب منشستري ناتيد السابق ولعب ايكس الحالي برضو تعرض لنفس الموقف وايركسن اللي هو خارج ايضا من اكاديمية ايكس مر بنفس الزروف ان شاء الله باذن الله موقف ما يتكررش لانه هو بيبقى صعب جدا على كل المتابعين وعلى اللاعب اكيد نفسه وعلى اسرته وعلى عائلته وكلام من ده لكن ان شاء الله باذن الله نتفادى مثل هذه المواقف والاهم ان احنا نقدر نتعامل معها بالشكل الانسب وهي ألف الحمد لله على السلامة ليركسون موقفه بقى ان هو يقدر يلعب بعد كده او لأ كان فيه تصراحات اولهالكم سريعا قبل مطلع الفاصل من طبيب توتنام واللي كان يعني بيتابع دايما حالة اللاعب لما كان اللاعب موجود في توتنام لحد 2019 وكان فيه فحصات طبية دقيقة لكل اللاعبين بالمناسبة وقال لغاية التوقيت ده كانت الامور بالنسبة له كويسة جدا ما عرفش بعد كده ايه اللي حصل لكن الخبر السعيد ان هو على قيد الحياة الخبر المؤسف ان هو ربما ما يقدرش يلعب او يمارس كرة القدم بشكل احترافي مجددا هنشوف وان شاء الله نتمنى لكم الخير هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقة هنروح لفاصل سريع